كنت تحفظك الصور حتى أخبار اللي هي ماشي حقيقية وهذه النقطة بغينا نتكلمو عليا لأننا كاين كتير من الأخبار الزائفة كتير من الأخبار الزائفة كتير من المشاهد اللي مخوضة من أحداث ماشي في بلادنا مثلا نكاين بزاف ديالفيديوهات اللي الآن تيروجو على مواقع التواصل الاجتماعي ديال زلزال سوريا وديال تركيا هات الناس واش عندهم ماشي ضامير واش هاد الناس يعني احنا في كاريتا تنعيشو كاريتا عظمى كلنا مقلمين كين الناس باقين الآن يعني باقين ما وصلتهمش لمساعدات كين الناس باقين لا يحصل اللعوان يعني طريق ما مساعداش باش المساعدات توصل باقي الخطار باقي الخطار باقي نحنا رحت الناس دابا اللي تيساعدو رابنزال الحجر كي طيح تمام احنا تحت تهديد اليوم سبعة صباح راكنزلزال ما سبعة قلقسمين تمام حسينة شي شوية بدك شي دازت خفيفة ما يبقى 4.5 و 4.9 في جهة مراكش في جهة مراكش يعني كاين شوف هذا كي حطنا في واحد الاسيتيواشون اللي هو ربما بعد المرات كان بغير نتناسوها هذي كاريتا طبيعية كانت وما زال قدر تكون الحل ماشي هو أنك تسنها تتكون وغادي تراك تبقى بلاستك مشلل بغاليزي أنه لا غا تكون كاريتا وزلزل غادي يكون صعيبة ما تنقولوش سهلة احنا كاملين بدرجات متفاوتة ما زال كنعاني يوم الخوف ما زال كنعاني يوم قلة الناس ما زال كنحاول نواسيو الناس اللي قرب منا ما زال كنعاني يوم الصور وإنما كرجع كنقول درجة متفاوتة لأنه كل واحد كي يعاني في حياته بزاف وتعرض بزاف ديال الصعوبات والتجارب اللي هي صعيبة في حياته فهو بحالي كي يدير واحد تيكون عنده درجة واحد الموقع واما لأنه عاش تجارب فكيكون أسهل له أنه يقدر يتعايش ونجاوز في حين أنه كيناس خورين اللي كان ربما معمره ما عاشي تجريبة قبل فتتحط فيها الناس اللي كيكونوا بخوتة يجي بزاف الناس اللي تيكونوا تتبعدوا أو كيهربوا من الحاجة اللي كيخافوا منها فهو اليوم طاح فيها مشي انت اللي مشيتي عندها رجعت عندك دونك الحل مشي هو أني نهرب اليوم ما كينش زلزل أو كينزلزل بقل ضرار من اللي كان وشواش غايكون ما غايكون شهدك الشي في علم الغيب وديما الموت والحوادث والأزمات الشي في علم الغيب ما يبقاش نعرفه من اليوم شنو نقدر ندير أولا هاد المسائل ديال تواصل الجماعي لأكنت أنا هاد الصور كتأطر على النفسيتي وأنا ماشي مستعد باش نتقبل ونشوف ما نشوفش نحيدها إلي أنا ما يمكنش تحكم في الآخر الآخر غادي رح تنتالي حلتي ذاك الموقع دونك الصور انت اللي حلتي شفتها انت ما شي مستعد ما عندكش ذاك ذاك الغيزيستانس أو لا عندك ذاك الماناعة الكافية باش انت تشوفه ما تتبا وهدي يا أستاذا يعني الناس ركين الناس اللي ما عندهمش هاد الوعي يعنم واش قادرين ولا ما قادرين شراء النساء كتحل التليفون وكتوقن كونكتين هو ما عندكش واعي وإنما ميمكنش ما تحس بالتأثير دونك إلا حلت أنا واحد الصورة وحسيت بأنه وأنا طرت علي 24 ساعة منعستش ما كليتش كانت تكلم بغيب ذاك الموضوع حاس بوحد النوبة دونك كلمة كذيش التحليل هادا راه دول أخطار حي ولكن غتحسها لأحلي ميمكنش الخوف ميمكنش ما تحس بالخوف الخوف إلا ما حسيتش به في قلبك تحسو في الكور ديالك كي ترعد الفيبراتيون دماغك تقدر ما تنعش كي يجوك صور هاداك الصور ليش تشيه أكو فاجوني كي يجوك بالليل لانكسيتي كي يمشي لك النعز دونك أبدا ما تكونش ما كاتتحش دونك إلا حسيتي معناه أن كل ما دخلتي لدماغك ذاك الأفكار ودخلتي دماغك ذاك الصور رايقدر ما يكون شاي الزلزال ولكن الواقع دياله على الصحة النفسية ديالك أخطر بكثير من ذاك الشي اللي كان ممكن يوقع وزلزال كي ين لأنك أنت وهمتي دماغك أن رفع دان كي ينخاطر ومتاعيش في الخاطر جنمانيك برمانونت على غكرة ما كي ينش الخاطر دابا يعني أنت ماشي عايشه حاليا الواقع ماشي هو الوهم ولكن خليتي رأسك أنا على قد ما كاتكرر ذاك الصورة في دماغك كتواللي صورة حقيقية لأن الدماغ ما تيفرقش بين الواهم الحقيقة ناوك على قد ما أنا بديتي كاتكرر دونك الحل وأنه أنا لقيت نفسيتك كان عاني جاهت باش ما نبقاش نشوف ذاك الصور لأنه تتولي تأثر نفسيتك كتولي تأثر لحياتك الطبيعية مع ولداتك مع عائلتك في خدمتك بلا ما تشعر كتولي تحسي بعض المرات أنك أنت كتحاول تقول لأنا ما رادش البال ولا أنا شو باع زع ما ما رانيش متأثر وإنما كتب ممكن تكون في لا كوليا نغطب عليك بفاسين ما وإنما الداخل النقيطات اللي تكونوا تراكمات عنا تراكمات مني تيجي وأنه واحد الحويجات اللي كنت كتوهم راسك بأنك نتال لما شي مشكرة ما أطرينش فيك ألا هم في الأسر ما أطرين فيك دونك إللقي تراسك كترياج دونمانيا اللي ماشي معتاد أنك ترياجي بها واحد لكولير أو كتحاول تهرب أو أنت حاسب راسك في خيوش تخيط طوط لجوغني نو كرد لبال لأنه داك شي اللي كتب دخلوا لراسك تتلاجوغني صوار أفكار أخبار رك ماشي مستعد سينو إلا عندك لبالتلجأ الاختصاصي احنا مريكا نقول لبالتلجأ ره مادية ومعناوية ونفسية يعني كي الناس اللي مادية ره عندهم ولكن ماشي مستعدين وخايفين يمشون عند الاختصاصي نوك اليوم خايفين من المواجهة ره المواجهة هدبا هي الحل حي تبغيتي والخوف هو الحاجة اللي كل مهربتي منها ره كتزيد تبعي وكتكبر دونك مني كتكبر كتحطي هي اللي كتحطي في واحد القافص ما كتولي تدرت شي حاجة في حياتك هناك ندخلو ندخلو في مسميات أخرى ندخلو في عواقب أخرى ندخلو في الناس اللي تولي بان عليهم أعراض اللي بعيد على الخوف كاللي كيولي انطوائف بالكل كاللي كي هرب من عائلته كاللي كي اكتئاب حاد كايين بزاف ديال الحويج اللي تيبانوا والأصل ديالها خوف والخوف ربما يكون واهم كتر من هو واقع لونك اليوم أنه مواقع التواصل التواصلات الاجتماعية لا يجزيكم بخير أنا كان لدينا مجرسة لدينا الناس اللي تيحطوا الصور ولي كيحطوا فيديوهات اللي مبالغ فيها ماشي حل أنك تحط صور شنو الحل وجأتي ناس خورين اللي ما شيف ما فيش فلاسيو تياسوا صور أنك تبينها ما عندك تشي ما عندك تشي ربح من موراها من غير أنك تخسر ناس خورين اللي غايت ضروا نفسيين والعواقب تأتيارات ديالها غادي يكونوا وهاتو كل ناس برأسهم أستاذ أمال يعني راه في الأصل إنه يمشي إنسان طيب كنقول بسي شي كمو هنفيش غادي نوصل أنه هن قادي حيث ركتولي كتادي للحليمة أنا باشغنمشي ونصور واحد الصورة اللي هي محزينة وأليمة وفيها واحد ضرر نفسي وأنا أغني أن أعطيها شحن واحد غايشوفها راني كان قادي شحن واحد شنو مشنو مشنو معناه أنك انت إنسان خصوصا هذه الصور ديالناس اللي بقين تحت الأنقاذ وديال اللي دات الصغار وديال رزع اللي بقاوة على الذكر لالحلي مسمح اللي قاطعتك لأنه ضرني في قلبي من البارح اليوم كان نشوف صور ديال اللي ركبوا على الموجة وكان الناس اللي عندهم أمراض نفسية واستغلوا الواضع ومشوا جمعيات اليوم اللي مشوا عندهم كيعاونوا بالحويج كيعاونوا بالمسا اللي هي بالماكلة بغين الجمعيات الثانية اللي تكون كتحميلوا الأطفال حتى هم يوقفوا جمعيات الحقوقية نعم إنه كين السلطة كين السلطة واقفة وإنما الشعب والجمعيات الحقوقية توقف لأن وليدتنا اللي ما عندهم مش مش مريم والديهم ورا كين بقوا أطفال اللي ما عندهم مش وليدهم مشاو هادوك شكوني غادي حتى واحد القديس بحريقة تعتك لأن الوليدات اللي مشوا لهم الوالدين ديالهم ممكن داك الدوار ولا داك الحي تكلفوا بهم راه يومين ثلث أيام ونبعد راه كل واحد تيبدأ يشوف راسهم راه هذا واقع راه باش منقوش نكتبو على نفسنا يعني راه ذاك الوليد ولا البنية راه غا يفلو اللي أن تتعرفي المنظر تكون مؤتر غا يجمعو علي غا يتلمو علي ولكن من البعد جاء ذاك الطفل شنو ما صير دياله وكاين بزاف ديال أطفال معك للأسف اللي بقى وفقدوا الوليدين ديالله وهذا هو اللي تكلمنا عن الحلي ما جو بان تيال وكاين حلول اللي هي مستعجالة اللي غط تحط الطابة ولكن كان حلول اللي خاصة تحط المدى الباعد إنه كيف ما قلتي أطفال وكاين ما صير ديالهم من بعد دراسة تربيا ما كانوش أوصار كين جمعيات هادو حتى هم أخص نفكروا لهم يعني كيجينا الحماس كنعيش في الحزن كاملين كل شي كيتضامن كل شي يعني دا كلافة ديال الجماعة راتي يلعب دابا وإنما كل واحد غير جاء الحياة الطبيعية كانت ناسا هذا طبيعة الباشر تماما واحد الناس اللي عايشين تأقلون بمعنى الأحساس ديالنا تتولي غادف تضروج يعني نبقوش نحسو بالخطورة مثلا نبقوش نحسو بنفس الوقع بنفس الوقع أو بنفس تأثير بحل الحسين بي في نهار اللول لذلك خاص حلول استعجالية خصوصا الأطفال وسنعود نسترع خصوصا الأطفال والناس المسنين اللي هما في حاجة إلى هاد فين خاصوهم ينساندو هاد الناس يشوفوا ماشي ساندوهم يشوفوا رمحلول لأنه خاص حلول لأننا من بعد من سنن نتكلم على الأطفال ركا نتكلم على واحد الجيل ركا نتكلم على جيل على قدو أطفال أبرياء اللي متاكن ما زال ما فهم منواله أولا ما متجاوز نصدمه لأنه كل ما ما تقول وليدي قدامه وتانيا ما عارف شنون اللي غيجيوه فرحان بذلك الحليوة اللي كتجي دابا فرحان من الماكلة فرحان من الحويجات إياه وإنما من بعد كل شي غيرجع لولداتك وكل شي غيرجع لدارو وإحنا كنا مسؤولين يعني الجمعيات الحقوقية اليوم نضم ونضامنه باش نلقو حلول بديلة اللي هي تبقى دائمة على المدى البعيد وهذا شي هو اللي غيتحط يعني تلا بغينا السلطة وطبغينا الحكومة ماتنا غاد عاو كي وحط له بعد شنو بالك مشي مشكلة يعني نتجوز هذه نقطة ديال وتلقوهم الحل لا راح نكون مسؤولين نحنا مسؤولين مسؤولين نحنا نحنا اليوم بالحواج اللي هما مستعجلة هما الناس اللي مشاه وسوخ بلاس مجموعة الناس كبيرة ومجموعة الجماعية صلى الله يجازيهم بخير ضامنوا باش الناس وبالعكس راكين شي هدا نقطة اللي قدرنا فعل عقلتي للحليمة قلت لك راكين دبال موجة يمشوا بلاس وحدا وفي اكتب مو ذاك شي كان من بعد القاوراس هم ذاك شي سوء تنظيم قاوراس هم الكل يجيو جمعيات حقوقية لانه كان وليدات مساكن تم وحنا نحن ندر شباب وممكن استغلوهم هذا ووقتهم خيريات هذا ووقتهم ما غاديش مدون نفكرو انه هادي واش قريبة ولا بعيدة الاسسانسية عندك الوليد يكون محمي عايش حسب الامان وذيك الساعات البلاسة اللي غا يكون في البدل هدا ماشي حل دير سيمان ولا جوج ادرا في يقنع لواحد الواقع اللي كاين وواحد كان غيم دور راس وفي ما تشوف وش هاد شين فكرو في جال وقت اللي كل جيتي تضامن باش يكون واحد الحل هنا باش يكون واحد الواقع صحي ودائم هو التضامن بالجمعيات التضامن بالناس المواطنين يكون التضامن نعم نرجع الموضوع الرئيسي هو هدك الصور اللي كان شوفوها ميمكن ما تشوف اليوم ميمكن ش صبع كل فانك تدوز في انستغرام وفيسبوك وهذا وما تشوف صور اللي القرس وانه كيعاني من قلة الناس كيعاني من الخوف اول حل هو انك تستطري ذا الابريكات سرع ما غتنفع تاني حاجة اليوم وانا منهم الكابيني دياني من الناس اللي فتحوا الكابيني للي مقدروا ش يوصلوا لداتهم الخبر ديال الوفاة شنو هو زلزال شنو هو انا بنتي صغيرة تقولي ماما واش مازال تحرك الدار لنك باش وصل لهم وتتوعيهم باش الاب خاص ولا الام خاص هات تعرف كيف تجاوز داك الخوف او تعيش معه باش وصل الولداء اليوم احنا بين الكوتش بين البسيكاتر بين البسيكولوج اللي فتحنا المجال انه نواكب هاد الناس نوعيهم او يكون واحد لشانج اللي فيه الفائدة ولكن هات الشي خاص كيف ما قلت لك نضام في لان الاخبار غتنفع اليوم الزلزال كاين حاجة وحدة اللي كتقلل من تأثير الخوف اللي كتحكي حسبي الواحد هو يد المساعدة اليوم كلما كنت عاونتي وتواصلتي مع الناس اللي وعرفت الاخبار ديالهم من المكان صح كلما نقص ذاك الخوف اللي عندك اليوم لان بجانب الخوف تكون الخوف انك انت تموت الخوف انك تعيش مازال ذاك الواقع او ذاك الزلزال وبجانبه مشاعر اخرى اللي هي تأنيب الضمير هي انك اللوم والعتاب ديال انك ما درتيش في حياتك معاونتيش او ما تضيتيش على العائلة اليوم الحل وانك مشيت كتر في الخوف وتعيش في ذاك الخوف انك دير ذاك شي اللي قديتي علي اليوم يد المساعدة تواصل مع الناس اللي كان في الفعيد تكون المعاونة فعالة اكيد تكون المعاونة فعالة حيث لاش اليوم اللي نتنشوف بزاف ديال الناس اللي مشاول هاد المناطق وتديروا فيديوهات يقول كين الناس لايك ترخيرهم يعني جابوا المعاونة الغدائية لكن شكلوا تهديد اخر شكلوا خطورة اخرى على الناس مثلا اللي جايين فطرقان كينين حوادث سير بلوكات الطريق وصيارات الاسعاف مقدروا شي يدوزوا فعاود اللي غادي مشي وستادي لطنوبيلات ولا ربعا ديالطنوبيلات نتفاردوا نتفاردوا في البنزين ولا في هذا ونصفتوا مثلا كميو واحد غادي جمع هذا يعني بدون نفكروا حلول اللي هي منطقية وهذا غيكون بالتواصل مع الناس اللي عايش انتم إذا كان عندك حليما الوضيكتف أنه فعلا بغيتي تعاون فانتك تقلب على الحلول إذا أنت بغيتي غادي تصور فانتك تصور باش تدير البرز راح نمشي في البرز اليوم راح عنا دوك الطرقان رامني كتشوف هم راك تقول طنوبيل وحد يربي دوز فما بالك إلا كانت رموك أو كاميو أو لطنوبيل كبيرة اللي هز السلعة وناس تقوم خس الإسعاف شنو الأولوية واش الماكلة دبو السيدة اللي غات يمشي ولا السيد اللي غين يمشي الإسعاف هاللي كان هضروا عليه التنظيم التنظيم وعلى بتخص تكون تما واحد الجمعية ولا لجنة ولا ناس اللي يختصوا بالتنظيم بغينا ولكرهنا احنا الفوضى كينا كينا هذا جزء من هادشي وإنما مشي حل دبو احنا بغينا نديره الخير ولكن نرجع لنا بالشر دوك ننضم ونعرف راسي شنو ندير وزيد إليها الخطورة اللي مازال طرقان مازال الجبال مازال كتكت بالأمس يعني ما بقيتش عقلائينا منطقة بالضبط ولكن راه جبل تقسم والسخر دياله شدوا الطريق والحمد لله كي ندبر وسائل تهي هذا وبفعل هاد المسألة يعني كانت حادثة تسير وتصاب صحفي من قناة معينة يعني ركينا واحد الخطورة مازال خطورة الناس منين تبغيت تعطي الدلة تفكر في حلول منطقية ما نبقوش غادين بالعاطفة ما نبقوش غادين بالعاطفة لا يلا كل شي يمشي الحماس الحماس اللي هو يعني وارد هو حماس يعني نابع من الوطنية جانا بحسنية غير وواحد ده ما نحتاج للعقل جانا كتر من قلبنا وكتر من عاطفتنا نعود أو مش نعود بغيت نتكلم كذلك على النقطة التأويل اللي تنشوفوها بزاف الآن على مواقع التوصول اجتماعي فلان قال فلان تنبأ بزلزال فلان تنبأ بتسونامي فلان قال تبليل مغرية بغا يكون لا يخليكم هاتشي لا يعلموا الغيب إلا الله سبحانه وتعالى نعود ننجد الإيمان دينا نعود نذكر نفسنا بأن الله هو بوحد اللي تيعلم على الغيب ما نبقى وش ندون صدقات بزاف الناس يجيب الرعب للإنسان تقول أنت عايشة وانت تحطي احتمالات من غير احتمالات كالناس اللي نقول لك على حسب النفسية تكون علاقة للحال فكتجيب صور وكتجيب لوحد وكتجيب لك ذاك شي بلزاغ وانا رات نبقات في إكس وإغراج وفي وقعات شي وكنجي أنا ما كان قنديرت شي حاجة في حياتي حيث كانت نزل وكانت نزل الكارتة الطبيعية اه انا قلت حي غير كانت تنفس وانما أنا ميت نتكت للموت لرجيتي العقل شي شوية بالخبر ديال إكس وإغراج ذاك شي اللي يتات راه الموت ما كتعل محد راه لم كتاب لك الموت فات زلزال ممكن تموت بعد ثق راه الناس قالسين في الكورسي ماتوا دونك عمار شي واحد فينا عارف الموت وكتش غير تجي لا عارف كيف غير من قبل الزلزال ماشي ومبعد الزلزال وإن بوصي بترجم بحلم رأسك من بعد الزلزال نحن كان بقوت باشار باشار كينش حلم واحد اللي دار إعداد النظر في حياته كينش حلم واحد اللي بدك يلو مراسه ويعات براسه كينش حلم واحد اللي ما تقول فعلا وصار وعائلات دياله في ذاك الزلزال ومتأثر كين بزيب الناس اللي عايشين الغربة دبا في الغربة وعائلتهم هنا وما لقينش كيفاش حتي يدفنوهم نعم دونك اليوم الحل أنه ماشي بيدك أنك توقف الموت ماشي بيدك توقف الكاريتة الطبيعية وكلي بيدك وأنه تخفف على راسك شي شوية لا يكالف الله نفسنا إلا وسعه راح الضغط نفسي كل نهار أنت كتسمع ذاك الخبر وانت بيدك التليفون كتسمع ذاك الخبر وهذه توقعت التونامي وتوقعت الزلزال والعالم فلان فلاني قال راح ثمان يكون بلا هذك شي راي يكون هذي يقولوه ولمك حتى لما قريتي يش قاع راش كانوا كوارث وما زال غيكونوا كوارث كانوا أزمات وما زال غيكونوا أزمات دونك اليوم منابر الوطنية والدولية اللي تتلعب على العناوين وهذه كلها تتلعب على النفسية دي الإنسان فالله يجزيكم بخير يعني الواحد يحاول أنه في هد الكاريتة وفي هد المحنة اللي تنعيشوها كاملين ما نزيدوش على بعضياتنا نسندوا بعضياتنا نعاونوا بعضياتنا إلا كانتشي حاجة مكتابة علينا ومقدرة علينا رهم كتابة ما نعمروش راسنا ونزيدو على نفسنا بهذا التأويل اللي تنشوفوها أو بهذا التوقعات ولو أن يعني البعض يفسرها من ناحية العلمية أنها متباتة علميا وإلى آخيره إحنا ما محتاجينش نعرفه بكل بساطة إحنا ما محتاجينش نعرفه وما مستندينش نديروا لي لنا ونفكره في المصلحة العامة وما نفكرش كل واحد ما نفكرش غير في راسه وندير لي اليوم أنا هذا الوقع وهذا الكاريتة بينات أنه نفسيتي وش أنا مستعد نتقبل الموت كموت مستعد نتقبل فقدان الناس ولا لا دونك اليوم ما دم تعطاك ربي فرصة أخرى أول حاجة تفكر فيي أنك تخدم على نفسيتك وأنه حيث ما ضامن شنو جاي من بعد دونك اليوم دازل زال رغي جيو حوي جورين دونك اليوم ما دم تعطاك فرصة أخرى 16 مع اختصاصيين شوف نفسيتك شنو محتاج عطا راسك الوقت الكافي باش تستوعب أشنو نعم ولي بغايت تواصل مع الأستاذة أمال طوهري عبر منصة الأنستغرام أمال طوهري أو يتواصل معي بشكل مباشير وأنا نحاول نكون وسيط بينك وبين الناس وبين أي مختص نفسي اللي مر معنا هنا في البردماج وبغي يقدم الدعم المساندة المتضررين شكرا جزيلا لك وسيدا أمال شكرا لك للا حليمة وليج على آخر الأحذان ونتمنى أنه يكون نخرج بفائدة أكثر من هذه المحنة ونخرج بحواج لهم زوينين يكمل التضامن يكون على مدى البعيد والدائم والله يحفظ بلادنا والله يحفظ جميع الناس اللهم أمين وللتواصل معي على الأنستغرام حليمة العلاوي 10 وها 58 المصدر